فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر لكن قد ينهى عن هذا لألا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة هذا فيه فرق بين التشبه المتعمد والتشبه غير المتعمد التشبه المتعمد لا شك في تحريمه لأنه صادر عن نية وقصد وحكمه يختلف كما سبق في الغلظ أو ما هو دون ذلك كما سبق وأما إذا فعله وهو لا يدري أن هذا من فعل الكفار ولا من صنيع الكفار لكن هو في نفس الوقت موافق لما عليه الكفار فهذا محل نظر هل يحرم نظرا لكونه من صنيع الكفار ولو لم يقصده أو هو لا يحرم نظرا لأنه لم ينهي ولم يقصده على كل حال فالنهي عنه من باب سد الوسائل المفضية للمحذور يتجنبه على كل حال وإذا تبين له أنه من فعلهم فإنه يتأكد عليه تجنبه والابتعاد عنه قال فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر لكن قد ينهى عنه عن هذا لألا يكون ذريعة إلى التشبه ينهى عنه من باب الاحتياط ولو قالنا لم أقصد كونه لم يقصد هذا قد يعفيه من الإثم والعقوبة لكن صورة العمل فيها تشبه فالابتعاد عنه من باب سد الوسائل المفضية إلى المحذور قال ولما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على أن تشبه بهم يحصلوا بغير قصد مننا ولا فعل بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية مما يدل على الاحتمال الثاني وأنه محرم ولو لم يقصد تشبه بهم أو مما يدل على أنه منهي عنه ولو لم يكن محرما بل يكون مكروها كراهية تنزيه أن الله نهانا عن موافقة الكفار في الشيب الشيب ليس من صنيعنا ولا هو من صنيع الكفار أيضا وإنما هو خلقة خلقها الله لكن لما كان الكفار لا يصبعون لحاهم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصبغ اللحاء مخالفة لهم فمخالفة الكفار أمر مقصود للشارع حتى في الأمور التي هي ليست من أفعالنا والصبغ كما سبق لا يكون بالسواد وإنما يكون لون غير السواد قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد والمراد السواد الخالص أما السواد الذي يضرب إلى الحمرة أو إلى الصفرة فهذا لا مانع منه